قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدهولي أن الحكومة تعمل على الدفع بكشافة مصرية للأمام بتوفير كل الدعم المطلوب لها موضحا أن التعزيز القيم والمبادئ الإنسانية تأتي ضمن عملية تنمية الإنسان جاء ذلك خلال افتتاح المؤتمر الكشفية العالمية السلس والأربعين والذي أقيم بقصر القبة الرئاسية تحت رعيط رئيس عبدالفتح السيسي حيث أعرب رئيس الوزراء عن فخره بدور الكشافة المصرية وتفاعلها مع الحركة الكشفية العالمية والعربية وأن انعقاد هذا المؤتمر في مصر وإعطائه الرعاية الرئاسية والدعم الشامل من الحكومة المصرية هو دليل على الاعتراف بإيماننا بدور الكشافة في بناء الإنسان كما يعكس التزامنا الراصخ بتفعيل دور الشباب في التنمية المستدامة وبناء مستقبل مشرق للأجيال القادمة